طيب قبل ما نختم الفقرة النهاردة أقول لحضراتكم حاجة هي تبان طريفة لكنها في الحقيقة حاجة موجعة جدا من مبارح وحنا يعني ابتدينا مع حضراتكم فكرة أننا نشوف الترند اللي موجود على تويتر حقيقة أنه الترند اللي موجود على تويتر من مبارح للنهاردة هو اسمه كده مصطفى بوتورتا تبان حاجة مضحكة جدا لكن هي في واقع الأمر مأساة مأساة بنت تعرضت للنصب من خطبها المفروض أنه هو كان خطبها هي بتحكي في بوست طويل كده بتقول أنه حصل أننا كنت في وقت الخطوبة يوم الخطوبة بتاعتي في القاعة يعني حصلت شوية أمور غريبة جدا العريس تهرب وأخذ الكام فرد اللي كانوا جايين معاه وخرجوا برا القاعة وادعوا أن خالوا عيان وعندوا مشكلة وكلهم هربوا وأخذوا الشبكة بتاعة البنت وأخذوا الترط معاهم وهم خارجين عشان كده سموه مصطفى أبو تورتا الأمر يبدو أنه هو حاجة تضحك ويمكن ناس كتيرة مواقع كتيرة بقى عملت كوميكس وكمنتات ويمكن بعض محلات الحلويات كمان خدت من ده دعاية ليها لكن الحقيقة هو شيء مؤسف جدا لأنه كل واحد مقبل على فكرة الجواز لازم يكون راجل ويتحمل المسئولية دي ما نفعش تدخل بيت ناس وتربط بنت بيك ونت مش قد المسئولية يعني البنت بتحكي القصة وهي طبعا عندها مشكلة كبيرة جدا وفي حالة شديدة جدا من الحزن حالة فعلا تخلينا نتعاطف معاها من موضوع ألب على كوميكس وحاجات تضحك لكن الموضوع مأساوي جدا مش كل ذكر رجل لأن الرجولة مواقف وهذا الموقف مالوش أي علاقة بالرجولة على الإطلاق ده كان تريند تويتر من مبارح للنهاردة